نكرر من خلال سؤال ستة فرح والسؤال الأخير اللي معانا الحكم الأم اللي ابتدعى على ابنها مصيبة سودة أم تدعى على ابنها أب يدعى على ابنه يعني ماذا علمنا النبي عيسى وتوسى هو احنا بنصم ونصلي ونعمل عكس اللي احنا بنؤمر به قال صلى الله عليه وسلم لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أولادكم ولا على أموالكم ده حتى في النص ولا على خدمكم ينرفزك اللي بيساعدك في البيت الخادم يعصبك ولا تعصبك فتقومي على طول ربنا كذا روحي ربنا مش عارف لا 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 نتعلم إنسان يمسك لسان أنا ممكن أحط ابني في مصيبة ولا بنتي في مصيبة بسبب الدعاء أو أي إنسان فأظلم وتبقى مظلمة كبيرة والظلم ظلمات يوم القيامة والنبي عليه الصلاة والسلام بيوجه النفوس إلا حتى سور وتغضب من ولد والعيل عندي بربيه ولا خادم بيساعدني ولا أمي دايق من نفسي حصل حاجة فأومده فالنبي قال لك ولا تدي على نفسك ولا على أولادك ولا على خدمك ولا على مالك لكن علي المؤمن إنه يتسلح بالصبر والدعاء نعمة سلاح المؤمن نعمة سلاح المؤمن الصبر والدعاء والالتجاء حسن الالتجاء إلى الله تعالى واعرف إن أنت وإنت في قلب الامتحان والابتلاء أنت في امتحان يا ست فرح وأنا انتظار الفرج ده عبادة كبيرة انتظار الفرج عبادة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فننتظر الفرج طالما أنا الأسباب المتاح باخد بالأسباب يا مش قاعد حطت إيديا كده على خدي ومستني الفرج ينزل لا مش ده المقصود المقصود يا باخد بكل الأسباب المتاحة بالنسبة لي المشكلة لسه ما تحلتش يبقى أنا باخد بالأسباب ومنتظر فرج الله وقت مايه بس أنا شغال أنا على طول بسع أفكر إزاي أخرج وعلى طول في دائرة التفكير ودائرة أني أسعى إلى إيجاد حل وهي لسه ما تحلتش رغم كل ده أنا في بسعى وانتظر فرج الله فأنا في عبادة دار دي دار امتحان دار امتحان يعني دار محتاجة صبر ومحتاجة تسلح صبر على ما نمر به من أقدار وتسلح بالدعاء نستعن بالله سبحانه وتعالى إنه يمدنا بمدده العظيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فنتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر